الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيعقد النهاردة اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة عدد من الملفات اللي بتعمل عليها الحكومة مجموعة الاقتصادية كانت توافقت في اجتماع سابق لها على مقترح قدمته وزارة المالية كان هدفه إنشاء شركة جديدة للمقصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقصة كمان تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأس ملهم